بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اصبحنا واصبح الملك لله. زيكم عاملين ايه? ان شاء الله يكون يوم سعيد عليكم. النهاردة ان شاء الله هشارككم روتين بسيط كده. اه ما في مجموعة كمان من الافكار كتيرة خاصة الجو اليومين دول محتاجين اه تطهير. ومحتاجين خرص شوئيتين تلاتة على المية عشر مية كل شوية بتقطع. فان شاء الله يكون البرنامج بتاع النهاردة هجيبكم. انا بدأت اليوم انا طلعت البطاطين برة حسين نتجاوب فيه الحمد الله حبت شمس. فاوزنا تستفاد من دوم الحاجة تتطهر وتتعقم. وبعد كده هبدأ اجهز الفطار معاكم ان شاء الله. عملت الفل دوت بطريقة جديدة شويتين. يعني بقى افضل محبش. حاصلت تطعب الانجال. يدوبة كتشوحك كده في معلقتين بزيز. مش عايزها تاخد لون اوي لاني لسه بحط معها فلسل. ده فلسل حراق. ومعلقة صغيرة من الثلسل. دي الوقت نحط معلقة من الخلف. وبعد كده فطاعة صغيرة من الطماطم المسعبات. الناحية التانية حط الفول ليسخن. عشان هنهنزل بالخلطة دي بسخنة على الفول. وطبعا الفول انا زبطاله الملح والكمون واللمون. احط الطبق. وهنزل عليه الخلطة المحبشة بتاعتي دية. طعمه بقى خرافة. ما قدرش اقول لكم. يارد تجربوه ان شاء الله يعجبكم. طبعا انا عملهم اللمون مخلل. كنا عاملينه قبل كده. والناحية التانية على البوتجازك. كنت سمعين صوت تحمير بتاع البطاطس. من يومين دول من ضمن العناية ان ماكسيمان برطقان ولمون. للأسف انا ملقتش برطقان بلد. يعني فيه ناس بتنزل تشتري الحاجة تشتري بكميات اكتر من المعتاد يعني. فده تسبب ان احنا مش لقين فعليا مش لقين. فاللي بعصوره ده برطقان سكري وهو كان بصراحة احلى كتير جدا جدا. العسارة اللي بالكهرباء بتنزل كل زرد في البرطقان. فبتبقى احسن بكثير من العسارة اليدوية. يا رباني يوسع عليكم لو تقدر تجيبوها فعلا بتفريق. بص القشرة طالع قشرة خالص من غير اي حاجة. هبدأ افضيف ازايز وانا البرطقان ده واتدقناه كده انا والولاد لقينه مش محتاجي ان هو يتزود المية ولا سكر. وبعدين عشان معصور جامد فانا كاين ننازل بالالياف بتاعته بالزبط. نمدق بقى فترة الطعام. الكولوروكس دلوقتي بقى صديقة العائلة ما فيش بيت مفهوش ازايزة واثنين وعاشرة من الكولوروكس. وطبعا كلنا عارفين نسبة بتاعت التخفيف بتاعت لتر مية عليه اتنين سنتي من الكولوروكس. او نسبة تقديرية يعني كده حولي. فانا بلنت البخاخة وهزودها بالكولوروكس. وهتبدأ بقى الرحلة بتاعت تنظيف الحاجة في البيت قدر المستطعت. صراحة مش بعمل الخطوة دي كل يوم انا مش مواصوسة من ناحية الموضوع دور. ربنا الحفيز يعني الدولاب المقابض بتاعته المقابض بتاعت الاابواب. السجاجيت بعد الكنز. نفس الحكاية. وبقول لكم انا مش بعمل كده كل يوم بس عشان تبقوا عارفين. النهاردة بقى خلصنا التعقيم. وجانا بقى عمالنا النهاردة فراغ مشوية فانا اخدت الرقابات والحاجات اللي بين الفراغ ديت كده كده ديت مش هتتشوي. فخطتها سلقتها في حبة شربة كانوا اصلا عندي. وزودت بقى الجزر وخرفس. وبصل وطوم. والورق اللوري والحبهان والكباب الصيني. وانت هنعمل بقى حبة مرأة الدجاج. عبال ما هم يخلصوا شوية بقى وما عاديين لوحدهم. وعشان ما يقطعه فكالعادة هنستخدم كمية نوعين اقل. فانا هاعمل بقية الخطوات في نفس الصينية اللي هسيب فيها المرأة تجمد. حطيت الدقيق يتشوح ومعايا كوركم. على فكرة احنا كنا بنزيل مرأة المجعبات قبل كده. هبعت لكم الطريقة بتاعتها ان شاء الله تلاقوا اللينك في صندوق الوصف. او حد يفكرني لو نسيت. والله بنزل مش اكتر. المهم لما هيتشوح دي وتأكد ان هوا ستوا بنزل بالمرأة. بتاعتي طبعا كسيفة جدا. لعشان حاجة اللي فيها ديت وبقايا اللحم كمان. وادي شكلها. طبعا كل ما بنزل كل ما اللون بيفتح شوية. انا هسيبها في نفس الصينية لاني مش محتاجة ان انا اعمل مواعين لاني عندي كمية مواعين محترمة. هقلبها بس كويس. طبعا عارفين لازم ان هي تغلي. زيها زي ما بدي اعمل اي بشامل اللي لازم تغلي. وهي اول ما بتغلي كمان بتتقل. لان هي بطبعها كسيفة. ده اللون اللي وصلت له بعد التقليب او كل الخليط بتاعها اندمج مع بعضه. وبص القوان بتاعها عامل ازاي. انا هسيب حبة صغيرين في مكعبات التلج والباقي هسيبه كده في الصينية لما يبرد. خالص خالص هدخله الديب فريزر. ساعة ساعتين وبعد كده هبدأ اقطعه ده كده حطته في الديب فريزر خراس ولما يجب ان شاء الله اقطعه. والحمد الله ده غدينا وبقت بقية الغداء بشيله في عيلك وعلى التلاجة. دي كان عاملين مكارونا مع الفراخ المشوية وبقية الفراخ كام قطعة صغيرين. هلفوهم بالنيلون عشان يحفز عليه وما يبقاش يلقطه اي ريحة او اي طعمة او حاجة اصلا تقع عليه بالشكل دوت. وكان فيه كمان صلة الطحينة برضو هفضيها في برتمان. وصلة الطحينة ديت ممكن بقى استخدمها. فوق ان انا اوضب بها فول او استخدمها ان انا اعمل بها ببغنوج. احطها في برتمان ازاز واقفلها. طبعا عارفين انها يبقى وقتها مش طويل لان هي عليها طبعا زيت ولمون. ومتاكل منها ممكن تعلها ازبوع مسلا او عشرة ايام بالكتير لان الدنيا سقعة. في الصيف طبعا بتاخد وقت اقل. كده احط الحاجة بتاعتي على الدلاجة وابدأ ايه? اخلص اشوف وراي ايه تاني. كمية الحمد الله مش بطالة. لنخش بقى على الحاجة الاكبر. بسم الله. طبعا كمية مواعين محترمة العرب بتاع التدبيل. والكبة والاطباق وطبق السلطة الكبير. حاجات اللي انا استخدمتها النهاردة. وعايز هقول لكم ان المياه اطاع. انا عندي خزان مياه. باستخدمه. لكن برضو اا باقتصد شويتين لما يكون الوضع كده. واعرفكم ازاي انا بعمل الحاجة زي دي. طبعا الخزان بي ما بيحسسنش ان المياه اقعت. لكن انا لازم اقاني الاستخدام لي. لان ما شانعارفين هتيجي امتى. انا باخد صانية من اللي استخدمتهم. او حل او اي حاجة. وحط فيها المياه وصابون بتاعتي. وحط اشرة لمونة لو موجود. وبغسل اكبر حلة موجودة او العكس. وابدأ احطها. احط فيها اللي اتغسل احطه فيها. طبعا انا عامل الحركة ديت على الوتيجاز عشان مياه سخنة. بما ان المياه اطعى فحتى الخزان مش هينزل مياه كويس. هاخسل الحوض بعد كده كويس. وهاروح بقى انقل المواعين اللي انا اصب بندها. واشطف هناك. وكده الحمد لله ابقى خلصت المهمة ديت. بعد كده الغسيل بتاع الوتيجاز طبعا تبقش عليه مياه واستخدام طول النهار. المقارونة والصالصة والذي منه طقيل. وطبعا محسنة كمان محسنة. الفرش هي حلو قوي. كنت جبت الصغيرة قبل كده منها. وبعدين جبت الكبيرة كمان لانها فعلا جميلة. السعرهم تقريبا حواليه 20 جنيه. طبعا بعنجون بتاع الوتيجاز كده بقى زي الفل الحمد لله. الرخامة هي كمان هتتعقم وخلاص. هقول لكم بقى على فكرة كمان حلوة قوي اللي هي الغطة بتاع ازازة الزيت. الغطة دوت لو وركبتيه في الحنفية من فوق وحطت الفرشة والزبونشي بتاعك يتساعد ان هم يتصفوا بشكل حلو قوي. ومش هياخدوه كاركبة. طبعا اخر حيك قلت لكم التعقيم بتاع الرخامة. والتلاجة والدي بفريزر اللي هي الحاجات اللي ما كانتش تعملت الصبح. عشان كده خلاص احنا اخر اليوم. اخر فكرة معانا هقولها لكم هي بتاعة المية. ازاي تغسلي ايدك لو المية قطع عندك وما فيش مية زيادة. هنملأ ازازة مية عالاخر ونقفلها محكم خالص تقفليها. وهتزخاني مصمار كويس على النار وهتحطي في الازازة عشان يخرمها. ما تخفيش مش هتنزل المية نهائيا. طول ما الغطة بتاعها مقفول. لكن اول ما تفتح الغطة هيبقى كده هو. هتنزل المية بالضبط. ممكن تحطيها على حوض الحباب. او على حوض المطبخ لو عايزة تغسلي حاجة او تغسلي بس بجرد ايدك. خاصة انتو الاطفال اللي بيبعدهم اسراف في استخدام المية مش يعرفوا يستخدموا مية متشاهلة كويس. الحمد لله اليوم خلص بسلام وسعيدة اللهم لك الحمد. اكسروا بقى من الاستغفار. ربنا يغفر لينا صعب اوى على الواحد ان يشوف المسجد الحرام من غير المصليين. ربنا يرحمنا ويغفر لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملتوا على الذين من قبلنا. ربنا عفو عنا ويغفر لنا وارحمنا انت مولانا وفنصرنا على قوم الكافرين. ان شاء الله نشوفكم في فيديو تاني بامر الله ونادي كل ستات. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير لاصحابكم ونشوفكم في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصبح على خير.